بسم الله الحاسب الآمن هو فقط الحاسب المغلق غير المتصل بشبكة والموضوع في خزينة تيتانيوم مدفونة في قبو خرصاني بقاعة البحر معوض بمجموعة من الحراس مدفوعة لهم بسخاء كلام ده بش كلامي ده كلام لمدير مركز تعليم البحثي في أمن المعلومات بجمع بيورديو في ولاية انديانا الأمريكية طيب لو احنا هنتكلم عن الهكر لازم الأول قبل ما نبدأ نقول يعنيه هكر انلاقي لو دورنا ثلاث تعريفات للهكر التعريف الأول هو التعريف الأصلي اللي هو موجود في القوامس من زمان قبل ما كوموتر بقى موجود هو ان انا استخدم الحاجة في غير المجال اللي صنعت لي او ان انا الاقي استخدامات كتيرة لحاجة معينة يعني مثلا لو قلت الكتاب مش هستخدامه في القرية بس انا ممكن احطه مثلا واطلع عليه احساس ان انا طول حاجة عالية شوية مثلا ممكن امسكه واضرب بيه حد جاي يضربني ادفع بي عن نفسي استخدامات كتيرة ممكن مثلا الالم تضرب بيه حد كده مثلا او تستخدمه كخشبة تسنت بيه حاجة وهكذا فامسك كل عنصر وقول ايه الحاجة اللي انا ممكن استخدمه بيه الاستيك مثلا ايه عايز عشر استخدامتلي الاستيك يعني واحد دماغ وشغالة بيش حافظ بس بش هو صغير قالوله الكتاب بيتعلم بي كذا فخلاص بييتعلم بي كذا تمام؟ فهي كلمة مفهاش ما كانش ليه علاقة بالكمبوتر اصلا التعريف التاني وهو المشهور اللي هو الهكر اللي هو بيقتح من الاجهزة او بيعمل الكراكر او بيسرق فلوس من البنك وده اللي هو منتشر جدا في التلفزيون وفي الاخرهم فيلم اللي هو الهرم الرابع لما تذكر وفيه افلام كتيرة وفي مسلا واحد هكر رسمه كيف من متنك ده مشهور ده اتعمل له كذا فيلم امكاننا شفت له في حدود 3 اربع افلام عنه بيحكي ازاي كان بيهكر مسلا اجهزة ال FBI يعستس ياخد منها معلومة او يهكر شركة ميكروسوفت عشان ياخد منها معلومة وهكذا التعريف الثالث هو اللي انا شايفه دلق صح ان كلمة هكر معناها واحد خبير تكنولوجي واحد ابتكر لغة برمجة جديدة واحد راجل بروفيشنال في المجال بتاعه تمام التعريف الرابع تمام احنا قلنا التلاتة بس هو في رابع هو ده اللي منتشر ان هو واحد مجرد بس بيسطى ببرنامج اهبل بيشغله يجيب له كلمة السر تمام يعني التعريف اللي انا التالت هو واحد عارف شبكات وعارف لغة برمجة عارف مثلا السي سي ان اي والسي سي ان بي وعارف لغة برمجة مثلا زي البي اتشي بي والاسي بي والشيم ال والجاف السيكريبت وبيتعلم حاجات كتيرة جدا ولو اضطر اضطر هو الاصل في ان هو بيصلح وبيبتكر ويكتشف صغرة مثلا دخل موقع ثلاثة صغرة بيبلغهم ويحاول يوجد لها حل لو اضطر ان هو يدخل على الجهاز ما بيواصل حاجة فيه مجرد بس ياخد المعلومة اللي هو عايزها ويخرج من غير ما بيواصل حاجة خلص ده الراجل نتمنى ان الناس تكون كثيرة تبدأ تدخل في موضوع البرمجة لان هو موضوع مربح كتير جدا انما التاني اللي هو بتاع يحفظ كود او يسطط ببرنامج زي ساب سيفيند ده برنامج بيفتح يعني انت لما تستطيع عندك جهازك بيمفتح لكل الناس وانت فاكر انت عبقري وبتختارك زميلك بينما بتاخد على افاك الناس كلها عمالت سخط على الجهاز بتاعك تهم او يقول لك خد استطرين دول حطهم في المتصفح يبقى انت مسلا هتبعت رسالة لكل اصدقائك على الفيسبوك وتلاقي الجهاز بتاعك اخطرك تمام ده ده اسمه سيكريبيت كيدز سيكريبيت كيدز تمام ده واحد طفل صغير وبياخد كوبي بيست من الحاجات وفتكر انه هو عبقري العبقري هو اللي عارف لغات برمجة كتير وبيتطور وفتكر لغات برمجة ويعمل برامج ويحطها اونلاين بحيس الناس تطور فيها والحاجات ده كلها تمام فالهكر لازم يكون اولا لك نية وهدف وعايز تعمل حاجة يعني مش مجرد منظرة قدام البنات وكده لأ انت بتعمل حاجة بتحاول تفيد بها المجتمع احنا عندنا مشاكل كتيرة فمندور على الحلول مش بندور على مش بندور على حد مشاكل مش عايزين حد يعمل لنا فيروسات ويقعد يبوصلنا او حد مسلا يقعد يهكر مسلا الحاجة زي الهوت ميل او الجيميل او الفيسبوك والحاجات ده كلها لا تبسك في البقر فانت ممكن يوم الايام تطور ان انت تشرب منه فا يعني اعمل شركة منفسة ليهم واعمل شركة خاصة بيهم حاول تكسب منهم ما داعش وقتك ان انت تطور تشرب في الشركات اللي هي مكسوفت ونورتون واي بي ام والحاجات دي اه لو انت من داعي من الاحتكار بتاعهم اعمل انت برامج منافسة ليهم ووزحها او شوف البرامج الكويسة ونشرها يعني في برامج كتيرة جدا مجانية وبنفس قوة البرامج القوية فانت ممكن تشوف الحاجات اللي هي برامج الابن سورس المجانية وتنشرها ونستغل الكومتر في ان احنا نطور حالي الافضل باش ان احنا نقعد نخرب باش ان احنا نقعد دعم الفيروسات تمام انا اعتقاد شخصي انه مفيش حاجة اسمها ان ايه البرامج اللي الهاكر بيستخدموها يعني فحب بيسألني ايه البرامج اللي احنا نستخدمش برامج احنا قلنا ان هو راجل بيعتمد على زكاءه تمام فغالبا بيستخدم مسلا النوت باد اللي هو العادي اللي بيجي مع الويندوز انه هو بيكتب شفر الكود معينة لانه راجل درس برمجة او الام اس دوس الدوس العادي لانه هو بيبدأ بيبقى شايف الحاجات من خلف الواجهة بتاعت الويندوز بدل الواجهة بتاعت الويندوز لا هو بيبقى شايف الملفات وعارف يخفي ويزر ويعتمد على ايه لو اعز يغير حاجة او يستخدم مسلا حاجة في الويندوز مش معروفة او مش مشهورة او مسلا هم عاملين مسلا حاجة معينة فهو يطورها بحيس انها تحقق له اهدافه بسعر كويس تمام اغلب الهكر بيستخدمه نظام تشغيل اللي هو لينكس تمام لان مفتوح المصدر وسهل ان انت تشوف الشفرة بتاعته وتطور فيه فالناس اللي هي المبرمجين بيحبوا لينكس لان هي اقوى وشايف شفرة كود فبيتعلم منها كل شوية بيعرف ايه شفرة كود ويطور فيها والحاجات دي كلها اه الهكر اللي هو انا بالنسبة لي بكلم عن الهكر اللي هو المصالح الثالث بعتبر ان الناس اللي هي بتدمر دي كراكر وله هو مش فاهم هو بيعمل ايه مجرد سطر بيبدأ ساكر بيكس تمام اه احنا عايزين ان عندنا فعلا مبرمجين لان البرامج بقيت غالية جدا تقريبا حمصدر لهم البترول وبناخد شوية برامج ومعهم ازاستين بيبس لتر البيبس اغلى من لتر البيترول دلوقتي فحاول القدر ان انت تتعلم لغات برمجة جديدة تطور نفسك تعمل برامج تعمل برامج بزاد دلوقتي للايفون والاندرويد وتبدأ تنشر حاجات منها وتبدأ تشوف الناس تعمل ايه وتعمل برامج للعالم كله باش للبلدك بس لأ برامج العالم كله تبدأ ان شاء الله تنتشر ما تشغلش بالك بموضوع ان انا اخترق ايميل وان انا مثلا اشوف حاجة مفيش حد بيختارك الهوتميل محصلش غير مرة او مرتين في التاريخ هو بيعتمد ان هو بيبعث للراجل اللي هو اخترق ايميله بيبعث له ملف تجسسي على هاية صورة وعلى هاية اغنية ويقول له ايه الحق مثلا ترامب بيتقبض عليه فحاجة تشده فيفتح للرسالة يتلع يكون فيروس فالفيروس زيه ايه يحاول يدور على كلمة سر او يفضل راكن على جنب لحد ما هو يكتل كلمة سر ياخدها كوبي بيست ويبعتله تمام اه اتمنى يكون الموضوع واضح اتمنى ان احنا نشوف في الجيل الجاي ناس كترا فيه مبرمجيين وعملوا برامج قوية وتنطلق النهضة من بلد العربية المترجم للقناة